طيلة الشيخ فقكم الله أنا مدير مدرسة وقدم لي الزملاء من المدرسين بمناسبة سكني الجديد هدية نزالة فما حكم أخذي لهذه الهدية علما أن هناك أحد المدرسين قد نزل قبلي في بيت جديد ولم يقدم له مثلي ما فيه مانع تأخذ من زملاك المدرسين لأن هذا ما فيه اتهام ولا فيه إنما الطلبة الطلاب هم اللي ما تأخذ منهم هدايا يعني هذا فيه اتهام منك تنجح بعضهم وتخلبهم أما الزملاء فلا فأسلوا لذلك إن شاء الله ولو كانوا ما أعقوا زميلك الأول مثل نعم هو مدير مدرسة لا مدير المدرسة لا ما يأخذ من المدرسين لأنه مسؤول عنهم لأنه مسؤول عنهم فإذا يقدمونه الشيء يصير هذا رشوح يحيف معهم ولا يراعي اللي ما قدم له شيء ما يراعيه ولا يصير في نفسه له ميول فالمدير لا ما يأخذ والمدرس ما يأخذ من الطلاب نعم